يسأل يقول بأن في رأسه يقول ظهر شيب هل يجوز نتف الشيب أبو سعود من اليمن بارك الله فيك بالنسبة للشيب عند المسلم نور يوم القيامة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر من وجه وطريق على أن الشيب بالنسبة للمسلم خير من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة وأيضا منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من مسلم يشيب شيبة إلا كانت له حسنة أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك بالنسبة لنتفي الشيب مكروه والسنة صبغ الشعر السنة صبغ الشعر فالنبي عليه الصلاة والسلام قال غيروا هذا الشيب في رأس والدي أبي بكر حينما أتي به ورأسه أبيض قال غيروا هذا الشيب جاء في لفظه وجنبوه السواد وهي محل خلاف عند العلماء فيا أخي الفاضل لا تنتف الشيب الذي في رأسك أو في لحيتك وإنما صبغه إذا أردت فإن الصبغ مشروع وحرص على أن تجتنب السواد خاصة وأن المسألة خلافية لكن الخروج من الخلاف مستحب بارك الله فيك